فوز النادي الاهلي بفارق 15 نقطة 74-59 في مباراة الحقيقة النادي الاهلي يعني أنهاها بشكل جيد سواء هجوما أو دفاعا وكان الفارق 15 نقطة وكان بالإمكان يكون الفارق أكتر من ذلك ولكن النادي الاهلي في الكورتر الرابع خاصة أدى أداء جيد جدا في مباراة كان هدفها الوحيد وولتر هوج برصيد 18 نقطة يأتي وراءه عمر زهران وصيف سمير برصيد 13 نقطة لكل منهما وصرحان مؤمن طريق خيري برصيد 9 نقطة من 3 ثلاثيات ومروان سرحان برصيد 8 نقطة ويأتي عمر زهران عمر الجندي برصيد 5 نقطة وعلي وحيد بنقطتين وكريم حاتم بنقطتين وأحمد إسماعيل نقطتين أروح لضيوفي كابتن سلعاوي يمكن زمى حضرتك توقعت السكور كان ماشي إيكوال جيم أكيد طبعا بلقول مبروك النادي الاهلي هارض لك نادي الزمالك ولكن النادي الاهلي أدى مباراة كبيرة خاصة في نهاية التالت وابداية الرابعة كبتن ألف مبروك النادي الاهلي طبعا فوز مستحق وهارض لك نادي الزمالك أدى مباراة جيدة مباراة جيدة جدا من الطرفين بس استطاع خبرة النادي الاهلي حسم اللقاء في آخر شوت أو آخر ست سبع دقائق من المباراة لعشان الاهلي التماسك في الدفاع شوية قدر يجري فاص بريك فرجعت السكور الطبيعي لكل لعب وولتر ووج كان نجم المباراة بلا منازع 18 مباراة استطاع ان هو يفرد في الشوت الرابع بالزيد النادي الاهلي استطاع ان يفرد سيطرته على المباراة استطاع ان هو يفرد اسلوب لعبه فأنهى المباراة بفارق 15 نقطة وأعتقد ان ده الوضع الطبيعي المباراة الممكانيات اللي عندك حتى بغياب خمس لعبين الفرق شكلها في الملعب جيد وتمايز الشوت الرابع بالزيد فيه سرعة في الاداء فيه فرض اسلوب لعب لكن نادي زمالك قدم عليه يعني زادور مباراة جيدة قدم عليه في إطار الامكانيات طبعا لكن النادي الاهلي غزير بأفراده اللعيبة اي حد نزل أثبت دوره وفرضنا اسلوب لعبنا اهم حاجة دي سيطرة على الجيب نعم